يوما بعد يوم تنكشف الحقيقة وينسدر الستار عن مصرحية الشرعية التي تجسدها حكومة الصخيرات الإرهابية والعصابات المتحالفة معها والمشتركة معها في عدائها للقوات المسلحة أخطر هذه العصابات هي عصابات تهريب البشر والتي تتخذ من سواحل ليبيا مرتعا لها ومصرحا لأعمالها الإجرامية ولنا في حديثة غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا في اليومين الماضيين خير مثال حيث قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن حدثة غرق القارب تسببت بمقتل 150 مهاجر غير قانوني مؤكدة على ضرورة استئناف عمليات الإنقاذ في البحر والمساعدة في تخفيف معاناة اللاجئين العالقين في ليبيا معتبرة إياه أثقى محادث منذ شهر مايو 2017 أزمة المهاجرين في ليبيا أصبحت شائكة بفعل حكومة الصخيرة والتي جعلت منها ورقة تساوم بها المجتمع الدولي وجعلت من المهاجرين دروعا بشرية ومراكز احتجازهم خازنا للذخيرة وقامت بعسكرتها فبعد تحالفها مع بقايا القاعدة وبعد فضيحة تورطها في قصف الأحياء المدنية تتحدث تقارير عن إجبار العمالة من المهاجرين العالقين في مخيمات الاحتجاز على المشاركة في الأعمال الحربية حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإتجار بالبشر أن الجماعات المسلحة ومسؤولي حكومة الصخيرات ممثلة بالسراج تتعاون مع الشبكات الإجرامية في مجال الهجرة غير الشرعية مستشهدة بحالات متعددة عن تورط الحكومة في هذا الصدد وكشفت الخارجية الأمريكية عن تواطئ كبير بين المسؤولين الحكوميين الضالعين في عمليات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بما في ذلك مسؤول خفر السواحر بالصخيرات بالإضافة لأعضاء الجماعات المسلحة المدمجة رسميا في مؤسسات الدولة وكذلك مسؤولون بوزارة الداخلية واجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد المنصوري ليبيا الحدث محمد المنصوري ليبيا الحكوميين